تو خلونا نعلق على مشهد يعني شايفينه من أول يوم مدرسة وهو مشهد ازدحام أولياء الأمور أمام المدارس وبخاصة المدارس الابتدائية احنا عندنا كذا فيديو لمشهد احنا شايفين المشهد ده من أول يوم الحية لكن النهاردة ومبارح كان فيه مشهدين يعني محتاجين ان احنا نقف قدامهم دي احنا عندنا مدرسة الخصوص الابتدائية دول نموذجين خصوص الابتدائية وفيه مدرسة المؤطم للتعليم الأساسي به المدرستين دول نموذج لمدارس ابتدائية كتير جدا فيها هذا الزحام طيب هو ايه الزحمة دي يا جماعة دي أهالي الولاد اللي في الابتدائي جايين ياخدوا عيالهم بعد نهاية اليوم الدراسي طب ليه الزحمة يعني هو ليه هذا التكالب يمكن الأهالي خايفين على عيالهم هو طبيعي طبيعي انه يعني العيال بي يعني الأهالي بيروحوا ليه ياخدوا ولدهم لكن المشهد ده حقيقي مش طبيعي المشهد ده لو احنا خايفين على العيال يبقى بصراحة يعني الأولياء الأمور هيجيبولهم كورونا طب اعتقد ان الوزارة طلعت بيان منذ قليل حيث أرسلت وزارة التربية والتعليم الفني خطابا للمديرات التعليمية بشأن وضع ضوابط لتواجد أولياء الأمور أولياء أمور الطلاب خلال اليوم الدراسي وذلك حفاظا على الصحة العامة في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية وجهت وزارة التربية والتعليم بضرورة تخصيص موعيد وأماكن محددة لاستقبال أولياء الأمور لتلقي طلباتهم واستفساراتهم وتكليف مدير المدارس بإعداد ملسقات توعية توضع بأماكن ظاهرة على الأبواب الخارجية للمدارس بشأن الإجراءات الاحترازية كما وجهت الوزارة بفتح أبواب المدارس أمام الطلاب وعدم تكدسهم للحد من التجمعات وتكليف أحد العاملين بالمدرسة بتقديم النصح والإرشاد لأولياء الأمور بعدم تجمعهم للحفاظ على الصحة العامة وتناشد الوزارة أولياء الأمور بعدم التكدس أمام أبواب المدرسة للحفاظ على الصحة العامة منعاً لانتشار الكورونا واتباع الإجراءات الاحترازية والكمامة والتباعد الاجتماعي شكراً لوزارة التربية والتعليم على هذا البيان طيب الحياة أن دي مسؤولية اتنين في القصة دي مسؤولية الأهالي ومسؤولية مدير المدارس يعني صحيحي الوزارة طلعت هذا البيان وقالت فيه لمدير المدارس بتخصيص أماكن للأهالي لما يكونوا جايين ياخدوا أولادهم وأماكن محددة لاستقبال أولياء الأمور دي مسؤولية مدير المدارس إنك أولاً تحدد مثلاً المدرسة فيها من أولى لستة أو من كيجي لستة حدد مثلاً هيطلع من الساعة كذا للساعة كذا من أولى لتالتة ابتدائي مثلاً مثلاً حدد الوقت ده بعدها بنص ساعة حدد الوقت التاني لباقي التلاميذ لكن فكرة إن كلنا نطلع من باب واحد من مكان واحد العيال بتجري كلهم وبعدين على فكرة هي العيال مش هيجي لها كورونا جوه المدرسة هي هيجي لها كورونا دي لما تشوف المشهد الضخم ده وريني يا جماعة اللونج بتاع المشهد لما تشوف المشهد الضخم ده هي هيجي لها كورونا من ده لأن ما فيش يعني 3-4 للابسين مسكات من الأهالي 3-4 بس الباقي الناس كلها لازق في بعض الناس ما عندهاش مسكات على فكرة الكورونا لسه موجودة أنا مش فهمة إيه إحساس الناس إن الموضوع انتهى ما انتهاش ولسه في ناس بتموت لسه في ناس بتموت يعني صحيح العدد قليل لكن لسه في ناس بتموت فأرجو من الأهالي أرجو أولا من مدير المدارس الانتزام بالضوابط اللي قالتها وزارة تربية والتعليم يحطوا ملصقات وما إلى ذلك يعملوا أماكن لانتظار الأهالي لو ما فيش ده حدد يا سيدي مع دين افتح بواب المدرسة كلها لكن وأرجو من الأهالي بقى الكمامات التباعد يعني هو الطفل طالع ممكن تستنى بعيد شوية هيحصل إيه يعني هفكرة هو مش هيتوه وسط الزحمة دي مش هيتوه بس كمان المشهد ده المشهد ده ده مشهد غير أدمي غير أدمي ده مشهد كورونا رسمي نظمي حلمي كورونا نرجع تاني نشوف الأمطار دكتوري